عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب الدكتور عناية عز الدين ردت على ما جاء على لسان النائب سرينا جعجع بالقول عفوا يا صاحبة السعادة لا نود أن ننزلق إلى الراد على الأسطوان المشروخة التي دأبت أنت وزملائك على تردادها في إلقاء المسؤولية على غير من يتحملها في إطالة أمد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وأضافت لا يا سعادة النائب لا تستوي المقارنة بين ممارسة الحق الدستوري في الحضور أو الخروج من الجلسات النيابية وهذا حق وبين من يعمد عن سابق إصرار وترصد على انتهاج سياسة التنمير الممنهج والتعطيل المؤسسات والسلطات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب إشباعا لأحلام ونزوات حزبك القديمة والمستجدة والتي يعرفها القاصي والداني وهذه جريمة وتابعت النائب عز الدين يا صاحبة السعادة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية لسيما رئاسة الجمهورية طبعا بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة وطبعا المجلس أبوابه مصدى بوجه الإرادات الشريرة وختمت النائب عز الدين فاعقلوا واتقوا الله بلبنان واللبنانيين الذين بلغوا سن الرجد الوطني ليميز الأسود من الأبيض والحق من الباطل فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتما وانت من بينهم سوف يلجأ إلى التضليل والتعطيل وهذه مدرستكم